و اهلا و سهلا فيكم بحلقة جديدة حلقة نكمل فيها سلسلتنا اليوم حنعمل غرزة عمود بتلت لفات متل هاي الغرزة بس هتكون تلت لفات على السنارة كتير سهلة بس زي ما تعودنا رح اعملكم اياها عشان نمشيها خطوة بخطوة شرح عمود بتلت لفات رح نعمل ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وزي ما اتفقنا كل غرزة لها ارتفاع معين هاي الغرزة ارتفاعها خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى هون ارتفاع خمسة حلو علامتها برضو عمود بس فيه تلت شخطات هذا يعني عمود بتلت لفات رح تلقوه بالبطرونات مش كتير طبعا ببعض البطرونات بس احنا زي ما قلتلكم بدي اياكم تعرفوا الاساسيات الاساسيات فهلا خلينا نبلش مع بعض وهلا خلينا نبلش رح نعمل عقدة البداية تبعتنا ورح نشتغل ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعدين قلنا رح نشتغل كمان خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واللي هم شو قلنا هدول الارتفاع هليني اقرب الكاميرا تمام بعدين رح نلف الخيط على السنارة تلات مرات واحد اتنين تلاتة واضحة تلات مرات بعدين ندخل بسادس سلسلي هيدخلنا وطلعنا رح يكون هون عندي على السنارة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة رح نحط الخيط على السنارة ونسحب اول تنتين رح نحط الخيط على السنارة ونسحب كمان تنتين رح نحط الخيط على السنارة ونسحب كمان تنتين رح نحط الخيط على السنارة ونسحب اخر تنتين وهاي اعملنا اول عمود بتلت لفات مرة تانية منلف الخيط تلت مرات واحد اتنين تلاتة رح ندخل بالسلسلة اللي جنبها ونسحب الخيط معنا رح يكون عندي خمس حلقات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة رح نحط الخيط مرة تانية ونسحب اتنين مع بعض هاي اتنين رح نحط الخيط مرة تانية ونسحب كمان تنتين نحط الخيط مرة تانية عالسلنارة ونسحب تنتين رح يضللنا اخر تنتين رح نحط الخيط عالسلنارة ونرجع نسحبها هاي هيك خلصناها واحد اتنين تلاتة لفناها تلات مرات بالسلسلة وندخلها ونرجع نسحب الخيط علينا خمس عقد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نرجع نسحب الخيط مرة تانية وناخدها من اول تنتين واحد اتنين تلاتة اربعة وهاي صار عنا كمان واحد نرجع مرة تانية نلف الخيط تلات مرات واحد اتنين تلاتة ندخلها بالسلسلة ونطلعها منلف الخيط بناخد اول تنتين واحد بناخد تاني تنتين وبعدين بالاخير اخر شيء يعني سهل كتير ما بدها ولا شيء اللي اتقنت العمود والعمود بلفتين هاي بالنسبة لها عادة تكنيكية يعني هاي من الغرز التكنيكية مش اساسية بس راح تلقوها ببعض الاحيان بالبترونات نكمل واحد اتنين تلاتة منحطها بالسلسلة بنرجع منسحب الخيط وبناخد الخيط بناخد اول تنتين هاي واحد كمان تنتين وكمان تنتين وكمان تنتين هيك خلصناهم اخر واحدة بنحط الخيط واحد اتنين تلاتة تلات مجات وباخر سلسلة بنسحب خيطنا وبناخد كل غرزتين مع بعض واحد اتنين تلات نا هنا استنوا خلين اعيدها واحد اتنين تلات باخر غرزة بناخد اول تنتين بعدين كمان تنتين بعدين كمان تنتين وهي اخر تنتين وهيك ما نكون اعملنا الست غرز التلاتة على الثلاث لفات بعمود هلا زي ما تعودنا دايما بدنا نرتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونرجع نشتغل على كل عمود عمود اللي هو عمود بتلات لفات اتفقنا يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هي خمس سلاسل منلف الشغل ومنحط تلات لفات ع السنارة واحد اتنين تلاتة وباول عمود هون مندخل بسلسلته ومنرجع منكرر اللي عملناه باول شي مناخد تنتين كمان تنتين وكمان تنتين واخر تنتين منرجع منعيد منلف تلات مرات واحد اتنين تلاتة براس العمود مندخل منسحب الخيط بعدين يكون على الخيط في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس حلقات منسحب الخيط مناخد من اول حلقتين منسحب الخيط كمان حلقتين منسحب الخيط كمان حلقتين لحد منوصر لاخر حلقتين وناخدهم مره تاني واحد اتنين تلاتة مندخل براس العمود منسحب الخيط خمس حلقات على السنارة منسحب الخيط من اول حلقتين منرجع منحط الخيط منسحبه من حلقتين منرجع منحط الخيط ومنسحبه من حلقتين واخر مره منحط الخيط ومنسحبه بالاخر حلقتين رح اعيدها وشوفوها على الساكت واحد اتنين تلاتة كتير سهلة مره اخيره واحد اتنين تلاتة براس العمود مناخد اول تنتين ونرجع نسحب الخيط بتنتين ونسحب الخيط بتنتين ونسحب الخيط بتنتين اخر واحدة منحط باخر واحدة منسحبها ومناخد تنتين 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 وهيك ما نكون اعملنا كل ادوارنا بكل سهولة كتير سهلة بس ركزوا فيها رح احطلكم اياها على البطيق متل كل الفيديوهات بتجنن ما بدها ولا شي اتبعوا خطواتها بس وهلأ بعد ما شفتوها اكيد رح تقدروا تعملوها بكل سهولة زي ما قلت لكم هاي الغرزة من الغرز اللي كتير مشهورة بس مش كتير مستخدمة ومش كتير رح تلاقوها بالبطرون بس خلوها عندكم او ازا احتجتوها باي بطرون وحبيتوا انه تتذكروا كيف طريقتها بيكون الفيديو موجود عندكم محفوظ عشان تقدروا تستخدموها بكل سهولة هيك احنا تقريبا اعملنا كل الغرز الاساسية واللي موجود بكل مكان حضلني كل فترة احط لكم الغرز اللي قلاقيها طبعا هي مش للمبطديقات في غرز كتير عالم عالم بحر كبير رح اصير احطها كل فترة بس هيك انتي ازا مسكتي هدول الغرز الاساسية انتي هيك وصلت الطب خلص انتي هيك بتعرفي تعملي كوريشات ماتي يقسي ضلكم اشتغلوا على نفس الشي رح نكمل السلسلة بالتزايد وبالدائرة لحد ما اخليكم تقدروا تعرفوا اي مشروع كيف تعملوا فهذا الدرس ضبطوه وطبقوه وابعتولي تطبيقاتكم نطريتكم على الانستجرام وبشوفكم على الف خير ترجمة نانسي قنقر